أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أكد أن مبادرة الحزام والطريق تتناغم مع الرؤية الوطنية عشرين خمسة وثلاثين وخططها الإنمائية وأهداف التنمية المستدامة جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور خالد مهدي في المنتدى الثالث الرفيع المستوى لمبادرة الحزام والطريقة وأضاف أن انضمام الكويت إلى المبادرة يهدف إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية وتضمينها في رؤية الكويت عشرين خمسة وثلاثين عبر برنامج تطوير المنطقة الشمالية الاقتصادية وإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير والجزر الكويتية